اشتركوا في القناة الملك المفدى بالجنرال المتقاعد انتوني زيني والسيد تيموثي لندر كينغ واستعرض معهما العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلادين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة الميادين وعرب جلالته عن اعتزاز مملكة البحرين بما يجمع بينها وبين الولايات المتحدة الامريكية من شراكة وثيقة وتنسيق مستمر منوها بما يشهده التعاون الثنائي من تقدم ونماء في العديد من المجالات واشاد جلالة الملك المفدى بجهود الولايات المتحدة الامريكية ودورها المحوري في تثبيت ركائز الامن والاستقرار والسلام الدولي مؤكدا جلالته دعم المملكة لكافة هذه الجهود وتطرق الحديث خلال لقاء حول مستجدات ازمة قطر مشيرا جلالته حفظه الله الى ان حل هذه الازمة في الرياض كما جرى بحث المستجدات التي تشهدها المنطقة وتطورات الاحداث على المستوى الاقليمي والعالمي بالاضافة الى تبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك ومن جانبه ما اعرب الجنرال المتقاعد انتوني زيني والسيد تيموثي لندركنج عن خالص تقديرهما لما ابداه جلالته من حرص على ترسيق العلاقات البحرينية الامريكية وتطوير اوجه الصداقة والتعاون الثنائي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر